صباح الخير من يديد مشاهدين وصلنا الحين للفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم وهي فقرة السنع اليوم بنتسافر معكم في رحلة قصيرة عبر الزمن لنستذكر كيف كان التعليم قديما في الإمارات كان التعليم قديما بسيط ومتواضع لكنه كان يحمل في طياته الكثير من القيم والتقاليد العريقة خلونا نتعرف أكثر عن طريقة التعليم قديما مع الوالدة شيخة عبيد أم سالم مرحبا وسهلا صباح الله بالخير صباح الله بالخير كل عام مبارك وانتوا بصحة وسلام إن شاء الله أساكم العواد العيل والسالمين يا رب سلمين نتكلم اليوم عن التعليم 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 كيف كان قبل كيف كان نظاما كيف كانت الأجواء أجواء التعليم تعليم في الصغر في الصغر مثل النقش في الحجر طحية التعليم في الكبر مثل النقش بالرمل نعم تعليم قديما كان كل وحدة أم أو أبو تبا ولدها أو بنتها يستوى أحسن الناس صحي متعلمين وفاهمين ودارسين أول ما في كان دراسة كتابة بس القرآن نعم كانوا ودونه عند المطوع عند المطوع المطوع الأولاد في المسيد والبنات عند الحرمة في بيته أو حوش مخصص أنه يدرسوا في اليهان تعليم القرآن من سن كم تقريبا كان مثلا يودون الطفل عندهم الخمسينات الخمسينات هاي الفترة لكنهو تقريبا من سن كمية أربع سنوات خمس سنوات الطفل من أربع سنوات من يفتهم الياهل يودوا يودوا يعرف من أربع خمس سنوات يودوا عند المطوع كان فيه لبس خاص حق الطلبة مثلا قبل الطلبة ترى الولد بكان دورتها وقحفيتها والبنت بكان دورتها والمخنق بالها وتروح لأن البنت ما يطلعوها وهي حاسرة لازم تلبس شيء على راسه صحي كان فيه شيء معين الطالب قبل أن يشلوا إياه مثلا المصحف ماله والمرفع المرفع يحط عليه خشبة يسمون المرفع يحط على القرآن مال المصحف مال صغير تقريبا قلنا نقول مثلا متى الوقت اللي كان مثلا يتوجهون في الطلبة قبل العصر العصر نعم عقل صلاة العصر بعد العصر يبرد الجوها شوية يودهم يسير لأنه ماشي مكيفات عد سيامنا هالفترة إنه كله في الفترة معظمنا تقريبا في الفترة الصباحية كان الحين أو قبل كان العصر 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 يقعدوا هناك لمطوعة تدرسهم هذا وتكون عصر بعد أنا أعزك عصر كبيرة ما تخوفهم تضرب على الأرض عشان يخافوا وينه يتعلموا زيادة يحفظوا جميل هالفترة تقريبا فترة العصر تقريبا مال كم ساعة تقريبا يعني من أربع يلين قريب المغرب خلاص يروحوا لأنه بعد المغرب يصل للمغرب وتعشد أطفال ينام جميل هل كان قبل مثلا الأدوات اللي كانوا يستخدمونها في التعليم شو الأدوات اللي كانوا يستخدمونها المطوع في التعليم اللي هالفترة تكون محبرة صغيرة عنده وفيها حبر حبر مع ريشة أو غصن يكون يحط فين هذا ويكتب الحرف حرف 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 ويعلمه نعم على قطعة خشب بعدين شوية على ورقة قديمة على جلد يلين شوية ما شاء الله تطورت الدنيا نزيل هالأدوات التم عندنا مطوع ما يشلونهم إياهم الطلبة صحيح يمكن فيه تم عندنا مطوع وفيه شوية البيت عشان بروحه يكتب ويخطو ويشخبط ويرسم ويسوي هاشي يلين يفتهمه يكتب الحرف عدل عدل جميل نزيل كان قبل فيه نظام نفس عندنا حاليا مثلا نظام تقييم للطلبة فيه 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 الحين ما شاء الله بقاعات بصالات بأي شي أول شو يوم الواحد طالب يتخرج ما شاء الله ويختم القرآن في هذا اليوم بيقول عندنا ختمة بتشل المطوعة ولمطوعة بيدوروا على الحارة كاملة على بيت بيت يعطهم حلاوة يعطهم برمية هالشكل وفيه أناشيد مخصصة لهذا فيه أناشيد مخصصة حكذا الشيء نعم هاي طريقة الاحتفال إنه خلص إن الطفل ختم القرآن أيوة نعم ويسوله هالحفلة هالحفلة نعم بس فيه بعد نظام تقييم ثاني مثلا اللي ما ختم يتم يكمل حتى أنه يختم القرآن لازم كلهم يختم القرآن جميل جميل أشياء حلوة أشياء حلوة غير شو فيه أدوات ثانية شو مثلا كان مثلا هل فيه كان فيه خلل نقول مثلا إجازة صيفية نفس الحين أو شو اللي يختلف مثلا الطلبة مثلا خلنقول الوقت اللي هم ما يصيرون فيه خلص أنه مثلا نفس ما نقول في زمننا الحال إنه عطلة عطلة مدرسية كان قبل هالشي لا ما في ما في وين الأطفال بيصير أول شي إذا بيصيروا يلعبوا شوية خمس دقائق ويرجوا ما في مكان يصيروا مثل الحين ما شاء الله إجازات وسفرات وهالشي كله نعم ما في شي تطور التعليم وما يبدخلنا في مرحلة الكتاتيب قلمين عن هالتطور تطور أول كان يعني جابونا مدرسين من خارج الدولة نعم صحيح من خارج الدولة المصريين كان يعني سووا ليهم مدارس علموهم شوي 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 التعليم هذا إليين شوي أول كان بيع البنات ما يصيروا المدارس بس حق الأولاد يعني نطوروا وشيوخنا وديننا وإسلامنا ما قصروا ساعدوا هالشي جميل خلوا البنت نفس الولا تسير بالتعليم صحيح وليه ما شاء الله نحن كبروا وتخرجوا وعلى ما أصاروا صحيح نزل نمي أتكلم عن موضوع أن المطوعة كانوا مثلا أنهم بس يعلمون والله في شيء ثاني تربوي كانوا يعطونا حق أكيد بي بالمئة شو الأشياء التربوي الأدب الأخلاق الدين الإيمان الصلاة الأدب لازم كل المطوعة يعلمهم وما حتى حفيظ القرآن وما حفظ القرآن ومضرب نعم نزل الشخص أو الطالب مثلا إذا كان المطوعة عنده ملاحظة عليه يخبر أبوه يخبر أبوه لازم يخبر أبوه ترى هذا والدك اليوم ما حفظ اليوم والدك ضرب فلان اليوم ضرب تأخر على المطوعة وين سار يالله يعني كان فيه دور بعد للأهل فيه تواصل بين المطوعة والأهل لازم لازم وكانوا يكملون بعض في دور التربوي دور مش إن الدور بس تعليمي أنت والدك اليوم ماية وأبوه ما موجود نعم بخبر جارك ترى والد فلان اليوم ماية وخبره أبوه أنت بتدخل ليش أبوي اليوم ماية أنت يع بتكلمه كلمة زينة يع بتضربه نعم يوم بتي أبو الولد يقول لي زين يقلعيني أدبه أنت عني ومني نعم أنت عني أنت عني ومني أنت أبو الثاني أنا صح أبوه لكن أنت أبوه يوم أنا موجود أنت أبوه أنت مسؤول عنه شو كانت التحديات مثلا الواجهون الطلبة قبل هم سايرين لمطوع مثلا هل إذا كان الطقس مثلا أمطار أبرودة لازم ما شيء يمكن مكان بعيد لازم الطفل أمه تودي أبوي ودي ما يقدروا يخلوا يبروحوا يمشي يمكن لا سمح الله فيه دواب أول شيء سائبة مثلا يعز الكلاب ولا شيء يخافوا على الولدي يعني تعضوا يعضوا الكلب ولا شيء لازم أمه تودي أو أبوي ودي أو حد كبير من أخواني وديوه هذه التحديات اللي كانوا يوجهوها هي تحديات مثلا الطقس وتغلبه ولكن موضوع أن الغياب لا ما في غياب إلا كان مريض أو أنهم سايرين زيارة مكان ثاني غير عن منطقتهم بلادهم يعني سايرين ولكن كان ملاحظ عند مثلا المطوع أن هالطالب أشتر عن هالطالب وكان مثلا فيه نوع من مثلا خلنقول الجائزة أو مثلا أن كيف كان كثير جائزتهم أول شيء أشياء بسيطة أحبت برميتها أحبت شاكلت يعني كان فيه في نوع من التحفيز لأننا لحين أنت تعرفين وصلنا لمرحلة أن هاي أخذ بلاس بي وكذا فيه تقييم لابل كان فيه تقييم أشياء بسيطة أشياء بسيطة حتى الأوليين يوم يكونوا الطفل جوعان جوعان الأمش السوري تجيب مثل يعني أنا أسمعت عنها ما أدري هاي خرافة يحطوا صخرة صغيرة ويلفوها بالتمر بالتمر عشان تترك تمرة كبيرة يفرح فيها الطفل يعني ما أدري هادو ما متكفل منها إذن على طار الأكل كانوا مثلا الطلبة قبل أنا قبل كانوا شلونوا إياهم أكل معين وهم سايرين أشياء بسيطة أشياء بسيطة خبزة حبة فندالة أي شيء بسيطة يعني أنا ما كان شيء متوفر هذا زيادة في ذلك الزمن نعم وكان طبعا التواصل ويلأهل أنه ولدك اليوم كان ملتزم ولدك اليوم كان مثلا يعني كلهم تجمع على الصلاة بعد كل فرض يقعد الريايل يبقوا الأخبار اللي شو صاير عندهم اللي سمعاني من برع اللي أخبار الدار كلهم قعد الصلاة يقعد نزيل أمي يعني المرحلة اللي هو خلاص نوصل لمرحلة أن الطالب مثلا خلص الدراسة عمر كم تقريبا والله خلاص لأن الشاب من يستوي شوية شاب كبير يعني ما العشر سنوات هذا خلاص يروح ويأبو نعم يروح البحار يروح النخل يروح أي مكان يشغل أبوه ويروح يروح الدكان خلاص يعني خلأ نقول يوم اشتد عودة مثل ما يقولون أنه يكون قادر أنه يكد ويشتغل هم أصغر يوقف مرحلة الدراسة عنده مع أن الدراسة ما يثن نعم أطلب العلم من المهدي إلى اللحبة والعلم نور نعم العلم نور ما يخلص العلم بحر نعم يعطيك العافية الله يعافيكم إن شاء الله أيام جميلة شكرا لك الوالدة شيخ عبيد سالم الله يسلمك إن شاء الله دوم سالم أنت يا رب الله يكبر